بمناسبة تولي سيدي خادم حرمي الشريفين الملك سلمان من العزيز الحكم أرفع التهنئة لمقامه الكريم ولمقام سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد والشعب السعودي الوطني في الواقع بالنظر إلى هذا العام نجد أن الإنسان أمام إنجازات مهمة جدا وتمثل بالنسبة للوطن منظومة تاريخية ينبغي أن تسجل بالعرفان والشكر التقليل لله عز وجل أولا ثم لمقام سيدي خادم حرمي الشريفين ولحكومة الرشيدة هذا العام شهد تحولات كثيرة جدا إيجابية للوطن فيها من الشفافية أشياء الكثير وفيها من الرؤية للمستقبل أيضا الشيء الكثير لا شك أن الرؤية التي اتسمت خلال هذا العام لسيدي خادم حرمي الشريفين الملك سمو بلعزيز كانت واضحة جدا أن هذا الوطن يستحق الكثير وشعبه يستحق الكثير ولا بد أن ينظر في جميع أموره لما يخدم استمرار الرفاهية واستمرار مكانته التي يتمتع بها كوطن وكشعب سعودي لا سيما عندما رأينا المائة يوم الأولى كانت مائة يوم حافلة بالقرارات المهمة التي تصب في خدمة المواطن تصب في خدمة الإصلاح تصب في خدمة أن تكون مملكة على طريق حقيقي وواضح وجاد لإصلاح شؤونه هذه المائة يوم الأولى كانت في الواقع مؤشر بأن سلمان بن عبد العزيز يريد لهذا الوطن الشيء الكثير ويريد لهذا الوطن المكان الذي يليق به منذ أن تأسس في منتصف القرن الثاني عشر الهجري في أيام الدولة السعودية الأولى ودائما نسمع من خادم الحرمي الشريفين كلمات مهمة جدا تدعو إلى الاتزام ببادة هذا الوطن العودة إلى أسسه التي تجعل منهم بلدا مهما في أسسه وفي إمكاناته وفي أيضا أبنائه وسواعد أبنائه وبناته الذين أيضا يمثلون بعدا مهما لنجاح هذا الوطن في مستقبل قادم الأيام كذلك شهد عدد من القرارات ومن أبرزها ميزانية هذا العام التي شهدت رغم الظروف ورغم المشكلات الاقتصادية العالمية إلا أن وجدنا ميزانية تنزع إلى الإصلاح تنزع إلى المستقبل تنزع إلى الاستدامة تنزع إلى الكفاءة في الإنفاق والترشيد في الإنفاق وأيضا عدم المساس بما يعد الأساس للمواطن السعودي فنجد أن السلمان بن العزيز كان حاضرا في كل زاوية من زوايا المجتمع السعودي وفي كل زاوية من زوايا الوطن وعندما أيضا أصدر قراراتهم المعروفة فيما يتعلق بالمجالس واللغاء المجالس واللجان التي كانت ربما أدت دورا في الماضي ولم يعد لها دور في المستقبل فأسس المجلس المجلس الشمال الاقتصادي والتنمية ومجلس الشمال السياسية والأمنية فهذين المجلسين كانوا بمثابة الآن الذراعين الذين يعملان لأجل مجلس الوزراء وللعمل على الكفاءة في إدارة شؤون الدولة أعتقد أن هذه الإدارة برعاية سيدي خادم حرمين الشريفين الملك سلام العزيز وسيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف بن أبليز ولي العهد وسيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمام العيز ولي ولي العهد أنا أعتقد أننا ندلف إلى مرحلة جديدة هي مملكة جديدة في إطارها الجديد تأخذ وتستوعب المستجدات وأيضا تقوم على سواعد أبناء الوطن وعلى احتياجات الوطن فهذا بلا شك سيكون إن شاء الله مؤشر لسنوات قادمة إن شاء الله زاخرة بالعطاء وزاخرة بالعمل الجاد المتقن والمخطط له واستراتيجية تحقق رؤية متميزة فنسأل الله عز وجل أن يمد في عمر خادم حرمين الشريفين وأن يديم عزه أن إن شاء الله يكون هذا الوطن دائما من أعلى إلى أعلى الكلمة التي أرفعها إلى مقام سيدي خادم حرمين الشريفين في الواقع هي كلمة شكر من كل مواطن تحدثت معه في مجالس خاصة وفي العامة الذين أيضا بدأوا يشعرون بهذا التحول وبدأوا يشعرون بهذا النجاحات التي تحقت له ويدعون لخادم حرمين الشريفين بطول العمر وأن يمد أيضا بالعون والتوفير ولحكومة الرشيدة أيضا بالعون والتوفير فالشكر يرفع لمقامه على اهتمامه بكل جنبات هذا الوطن ونسأل الله عز وجل أن يديم عز هذا الوطن برعاية سيدي خادم حرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز بلا شك أنه ما شهدناه في هذا العام الذي كان متجذرا في عمق شرايين الوطن الغالي برؤية سلمان بن العزيز وحكومة الرشيدة التي نهجت النهج الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية ولا شك أنها راعت الكثير من الجوانب فيما يتعلق باحتياجات المجتمع وفيما يتعلق بالمكان الدولي في الواقع أيضا شهد هذا العام شيئا لا بد أن نلتفت إليه ونضعه أمام أعيننا وهو أن المملكة العربية السعودية لها مكانات خاصة بحيث أنها قبلت المسلمين وتضم أقدس بقاع المسلمين على الأرض وأيضا لها رسالة قوية في أساسها التي تقوم عليه فخادم حرمي الشريفين أعاد إلى المملكة العربية السعودية خلال هذا العام ألقها الذي ينبغي أن يكون وأصبحت هي الحلقة التي ترتبط إليها حلقات العرب والمسلمين جميعا كدول فبوصلة السياسة الخارجية في هذا العام بقيادة خادم حرمي الشريفين الملك سلمان بن العزيز أصبحت متحركة في اتجاهات عديدة ولكن الأساس التي تنصب عليه هذه البوصرة هو العمل على تمتين العرى الإسلامية والعربية العمل على تجميع هذه القوة بأن تكون تحت مظلة المملكة العربية السعودية التي هي في الواقع راعية هذا العمل العربي والإسلامي منذ تأسيسها في الواقع وبحيث أنها لديها الإمكانات التي تؤهلها لهذا الأمر لا سيما أن عالمنا العربي يمر اليوم بأزمة شديدة جدا في الأمور السياسية ويمر بظروف نسر الله عز وجل أن إن شاء الله يجليها عن جميع العرب والمسلمين فوجود المملكة العربية السعودية برؤية سلمان بن العزيز المتمركزة على أن المملكة هي القائدة للعرب والمسلمين أعتقد أنها رؤية مميزة فشهدت الرياض خلال الأشهر الماضية وإلى اليوم زيارات العديد من رؤساء الدول العربية والإسلامية مباحثات واتفاقيات وسياسات وخوضة استراتيجية جعلت من المملكة العربية السعودية المحور الأساسي لهذا العمل العربي والإسلامي برعاية سلمان بن العزيز وحكومة الرشيدة ولا شك أن هذا المحور الذي بدأ يتبلور من جديد هو قائم أساسا المملكة تمتلك محورية العالم العربي والإسلامي فسلمان بن العزيز أعطاها في ظروف الجديدة أعطاها حياة جديدة أعطاها رؤية جديدة أعطاها بوع جديد لا شيئا عندما بدأ التفكير في مواجهة الإرهاب وعندما نادت المملكة العربية السعودية في جميع المحافل الدولية أن الإرهاب ليس مقصورا على دولة بعينها بل هو لا حدود له وينبغي أن يكون هناك تكاتف وينبغي أن يكون هناك مركز دولي ينظم هذه الأمور فلم يستجب العالم يبدو على مرار الأشهر الماضية والسنوات الماضية إلى هذه المنادات فسلمان بن العزيز ابتدر منهجا جديدا لمواجهة الإرهاب فيما أطلق وأطلقه صاحب السم الملك الأمير محمد بن سلم بن العزيز وزير الدفاع ولي ولي العهد بالتحالف الإسلامي الذي يقوم على بلا شك جمع المسلمين الدول العربية الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتكتل ضده لأن ما حدث في الإعلام الخارجي وفي الدوائر الغربية والشرقية بأن الإرهاب هو سمة إسلامية وهذا بلا شك صحيح فالمملكة العربية السعودية عادت لتعلن للعالم أن الإرهاب ليس إسلاميا وليس أداة إسلامية وليس من شأه الإسلام وإنما من شأه أهواء معروفة لدى الجميع حتى في الدوائر السياسي الغربية والمملكة العربية السعودية من تعرض للإرهاب وأيضا قاوم الإرهاب فوجود مملكة العربية السعودية في محوريتها في هذا الأمر بأن تكون عامل أساسي لمقاومة الإرهاب أنا أعتقد أنه هو المكان الصحيح والاتجاه الصحيح الذي بورك دوليا ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الخطوة المباركة بأن توحد الجهود لمحاربة الإرهاب ومحاربة أساسه وجذوره وتوعية المجتمعات الإسلامية العربية بخطورته وأنه ليس فقط لتحقيق إغراض إسلامية وإنما هو ليس أساسا لتحقيق إغراض إسلامية وعربية وإنما هو أساسا للإضرار بالإسلام والمسلمين وإنما وجود هذه النظرة الضيقة اتجاه من يتبنى بلا شك أنه قد يبدو للوهلة الأولى للبعض الضعفاء أنه سيحقق ويحقق بينما هو في الواقع أضر بالإسلام وأضر بالمسلمين فالمملكة اليوم تبتدر هذه المبادرة وتؤيدها وتدعمها وتقودها لأنها هي القادرة على هذا برؤية الملك سنب العزيز وحكومة الرشيدة ولا شك أن يوازي هذا الحدث المهم ما حدث أيضا من التحول الوطني والذي أعتقد أنه مرحلة مهمة جدا أعلنتها حكومة خادم حرام الشريفين في السابع الماضية لبيان أن المملكة تمر بمرحلة تطويرية شاملة ولكن ليست مرحلة علاج أزمة أو علاج قضية بسيطة وإنها مرحلة للمستقبل مرحلة تخطط فيها للأجيال القادمة مرحلة تعالج فيها الأمور تكون التعاملات الإدارية والتعاملات الاقتصادية والتعاملات الاجتماعية لجميع قضايا الدولة والمجتمع أن تكون وفق أسس منهجية تنتهجها الدولة ويكون هناك مقاييس لأداء هذه الأسس وهذه المنهجية والعمل ويكون أيضا هناك معرفة لأوجر قصر ومعالجة في الحال بدل من أن تكون متأخرة وربما يتأثر مجتمع بها على مر الأيام والآن الدعوة للمجتمع السعودي برجاله ونسائه ومؤسساته ومثقفيه ونخبه وعامته جميعا بأن يلتفوا حول هذا التطوير الإصلاحي الشامل وأن يعطوه من الدعم الشامل القوي لأن رؤية سلمان العزيز هي رؤية وطن ورؤية كاملة لجميع ما يخدم هذا الوطن من مجتمعه ومن أدواته وأجهزته وسياساته فوجود هذا التفاف الوطني والتحام الوطني بلا شك ورفع لرأية المملكة العربية السعودية التي سوف تستمر بإذن الله تعالى في قادم الأيام أن تكون خفاقة في داخل قلب المواطن السعودي وفي داخل قلب كل مواطن عربي وإسلامي وبما يحقق السلم العام لجميع أبناء هذه المعمورة لأن المملكة العربية السعودية ولدت لتكون محورا أساسيا لخدمة العرب والمسلمين وأيضا لتحقيق السلم والاستقرار في جميع أنحاء العالم وأن تكون مسهمة إسهام إيجابي لما يمكنها من تحقيق هذه الهداف وفق إن شاء الله رؤية مستدامة لدى مولاي خادم الحرم الشريفين ميكسان بن أبن عزيز وأيضا سيدي ولي العهد صاحب السماء الكلمير محمد بن نايب بن أبن عزيز وسيدي صاحب السماء الكلمير محمد بن سلمان بن عزيز ولي ولي العهد فالمجتمع مطالب الآن بأن يلتقي مع هذه الرؤية الجميلة والرائعة والجادة والمتميزة بجهوده وأن يكون هذا الاتفاف والاتحام لنحقق جميعا كأبناء وبطن في وطن واحد والشباب بالذات الشباب مدعوون لأن يرتفوا حول هذه الرؤية وأن يرتفوا باحتياجاتهم وأن يرتفوا أيضا بعملهم الجاد أن يقدموا عملهم الجاد على كل شيء وأن يستوعبوا المستجدات الحديثة وأن يخلصوا في عملهم وفي تعليمهم حتى يتمكنوا من قيادة المرحلة القادمة لأنها لن تكون بعد توفيق الله عز وجل بقيادة فاعلة بدون أبناءنا الشباب والشابات الذين سيقومون بقيادة دفة هذه الأمور التي يصنع لها الآن الكثير فنسأل الله عز وجل لهذا الوطن أن يحمى وأن يحقق إن شاء الله لجنودنا البواسل على حدودنا الجنوبية أن نصر التمكين وأن يحميهم ويحمي هذا الوطن ومجتمع وأن يحمي أيضا مبادئه وقيادة الرشيدة اشتركوا في القناة